شاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تنشط الرياح في شمال المملكة وبالتالي تكون مثيرة الغبار والأتربة في المناطق الشمالية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة تؤدي إلى ظهور السحب وسقوط زخات رادية من المطر خاصة في المناطق الجنوبية الغربية أما بقية مناطق المملكة فستسود أجواء معتدلة في النهار وأيضا لطيفة بالليل تميل إلى البرود أحيانا خاصة في المناطق الشمالية أما درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة بالرياض درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 17 أما الأجواء المتوقعة يوم غدين الأحد يوم غدين الأحد أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل بالرياض العظمى 26 والصغرى 16 ويومي الاثنين والثلاثاء استمرار الأجواء المعتدلة في النهار بالرياض واللطيفة ليلا العظمى بحدود 26 والصغرى 15 طبعا مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله